بعيداً عن أخبار الحرب وشكل الصراع المسلح الذي وصل ذروته تعود الأنظار إلى الرياضة علّها تخفف شيئاً بسيطاً من الواقع الأسود الذي فرض على اليمنيين منذ ما يقارب الثلاثة أعوام فحينما تسببت الحرب في توقف النشاط الرياضي بالإضافة إلى تجميد كافة فعالياته ومسابقاته عادت العاصمة المؤقتة عداً لتحتضين فعاليات الدورة الوطنية الأولى للألعاب الرياضية للناجئين بمشاركة فرق المحافظات الجنوبية وزارة الشباب والرياضة قالت إن ملاعب مدينتي عدن وحضر موت ستشهد منافسات عديدة منها بطولة الشطرنج والجودو والكرة الطائرة فيما ستقام بطولة ألعاب القوى في مضمار نادي ملعب نادي الوحدة بمدينة تريم بطولة أولمبياد عدن التي أقيمت وسط إمكانيات متواضعة قال مسؤولون فيها إن فرق الجوف ومأرب وتعز اعتذرت عن المشاركة في البطولة وذلك لعدم جهوزيتها للمشاركة بعد لكن البعض قال إنه تم استثناؤهم من قائمة البطولة وهو ما وضع أسئلة عديدة حول عودة الأزمة السياسية لتتحكم في كل مناحي الحياة الاجتماعية والرياضية تمثل الرياضة إذن أداة فعالة لخلق وجدان جمعي يخفف من بعض المسافات التي تنتجها السياسة في المجتمع لكنها وبالرغم من ذلك لا تزال تعاني الكثير من الإهمال وانقطاع المستحقة الخاصة للقطاع الرياضي الذي يحتاج لعدة سنوات لترميم ما ألحق به من ضرر على مدى العامين الماضيين وبين تحديات ومحاولات عديدة للعودة ما تزال الرياضة الأداة الأسرع والأنضجة لإيصال رسائل السلام المجتمعي علاوة على أنها تعتبر طريقة الأمثلة لتحييد الشباب وإبعادهم عن دائرة الحر ترجمة نانسي قنقر